السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة الأخبار ونبدأها بأبرز العنوين مانشستر سيتي قادرون على التعاقد مع ميسي بريطانيا تعلن نظاما جديدا للإنذار من كورونا أهلا بكم يبدو أن مانشستر يونيتد الإنجليزي لا يزال مصرا على التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان قد قرر في وقت سابق الاستمرار مع فريقه برشلون الإسباني وقد ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة مانشستر سيتي ستحاول مجددا التعاقد مع ميسي بعد انتهائه من هذا العقد ومع الفريق الكتالوني أي الصيف المقبل وقد قال عمر بيرادا رئيس عمليات مانشستر سيتي إن النادي لديه القدرة الاقتصادية لإبرام صفقة كبيرة مع النجم ليونيل ميسي يعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام النواب نظاما جديدا يتألف من مستويات تأهب متدرجة لتحديد الإجراءات الواجب تطبيقها لمكافحة فيروس كورونا في المناطق الإنجليزية بحسب مدى انتشار الوباء في حين يستعد شمال إنجلترا لتشديد إجراءات الحجر ويتحدث رئيس الوزراء البريطاني بعد ظهر الاثنين في مجلس العموم بعد أن يترأى الصباحا اجتماعا طارئا لحكومته لتحديد أحدث الإجراءات التي ستعلن في البرلمان وبحسب نظام الإنذار الجديد ستقسم إنجلترا وفقا لمدى انتشار الفيروس إلى مستويات إنذار ثلاثة هي متوسط ومرتفع للغاية على أن تطبق الإجراءات اللازمة لكل مستوى وسيناقش مجلس العموم ويصوت على هذه الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط القرارات المتخذة لمكافحة الفيروس وتوضيحها ومن هنا أعزائي المشاهدين نصلوا إياكم إلى ختام هذه النشرة شاكرين حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته